السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي مجددا في هذه الحصة التي سنخصصها لتثبيت الظواهر اللغوية دائما ضمن الوحدة الأولى الأسبوع الثاني إذن علامات الترقيم أرسم علامات الترقيم المطلوبة إذن فاصلة إذن فاصلة تكتب هكذا نقطة علامة التعجب وعلامة الاستفهام التي تكون مصاحبة للسؤال أكتب على دفتري ما يملع علي ثم أصحح أخطائي إذن حصة الإملاء التي سنجزها داخل القسم إذن صرف التحويل أقصام الكلمة إذن قلنا الكلمات نقسم إلى ثلاث أقصام الفعل الإسم والحرف إذن أصنف الكلمات في الجدول بحسب أقصام الكلمة إذن الكلمة الأولى هي بنا بنا فهي فعل أدن نكسبها مع الأفعال بنا سوق سوق فهو إسم سوق في في فهي حرف تجول تجول فعل تجول على حرف المدينة اسم المدينة تطل فعل البحر البحر اسم البحر و ب فهو حرف إذن بنا تجول تطل فهي أفعال سوق المدينة البحر أسماء في على ب فهي حرف نمر للسؤال الموالي أقرأ الكلمات وأركب منها ما يمكن من الجمل الفعليات إذن يجب علينا تركيب جمل فعلية وجمل فعلية هي التي تبتدئ ب بفعل إذن إذن الوطنة مفخرة عريقة أزور هذه مدينة أحب فاسة إذن جملة الفعلية الأولى لقدر نركب من هذه الكلمات أبدأ مثلا بأزور مدينة فاسة أو أحب مدينة فاسة أحب مدينة فاسة أزور مدينة فاسة فاسة هذه الجملة الأولى جملة الثالثة اللي نقدر ندير أحب 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 فاسة مفخرة الوطني أحب 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 فاسة مفخرة مفخرة الوطني الجملة الثالثة أزور مدينة عريقة أزور مدينة عريقة أزور مدينة عريقة أزور مدينة عريقة أزور مدينة فاسة أحب فاسة مفخرة الوطني أزور مدينة مدينة عريقة إذن مر المكون تركيب الجملة المفيدة أقرأ الجملة الغير المفيدة وأحولها إلى جملة مفيدة إذن عدنا هنا الجملة الغير المفيدة تشهد الصوامع على إذن هذه جملة غير مفيدة يعني لا يعني تفيد معنا يعني معنا يعني نحولها إلى جملة مفيدة تشهد الصوامع على نضيف مثلا على عراقة حضارتنا تشهد تشهد الصوامع تشهد تشهد الصوامع على وقد نكمل عراقة حضارة حضارتنا تشهد مراكش الجد ماذا يعرف الجد يعرف الجد الكثير عن هذه المدينة إذن أصبحت جملة مفيدة يعرف الجد الكثير عن هذه المدينة نمر السؤال آخر أنتج جملتين مفيدتين وأضع علامة الترقيم المناسبة إذن سنضر إما جملة استفهامية جملة تعجبية أم جملة إخبارية ونضع نقطة في آخر سنكتب من من قام ببناء هذه الصومعة إذن هذا سؤال إذن شنو العلامة ترقيم سنوضع علامة الاستفهام فهذا سؤال من قام ببناء هذه الصومعة إذن سنكتب الجملة الثانية هنا مثلا شنو نكتب جملة إخبارية سنقول تشتهر تشتهر مدينة فاس مدينة فاس بماذا؟ بجامع القرويين بجامع القرويين القرويين وشنو العلامة ترقيم لغا نوضع دعا نوضع نقطة تشتهر تشتهر مدينة فاس بجامع القرويين إذن بهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم شكرا وإلى اللقاء